غادر البلاد مساء اليوم دولة الدكتور حسين علم ويني رئيس زنجبار والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت عدة أيام التقى خلالها بحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وكان في وداع دولة الضيف والوفد المرافق له لدى مغادرتهم البلاد مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وسعادة محمد بن ناصر لوهيبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية رئيس بعثة الشرف وسعادة السفير سعود بن هلال الشيذاني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية تنزانيا المتحدة وسعادة القنصل سعيد بن سالم الحارثي القنصل العام لسلطنة عمان في زنجبار وعضاء بعثة الشرف المرافقة لدولة الضيف وعضاء السفارة التنزانية في مصقط وقد رافق رئيس زنجبار خلال الزيارة حرمه ووفد رسمي ضم كل منه معالي الشيخ صالح عمر كعبي المفتي العام لزنجبار ومعالي سعادة أمكويا وزيرة المالية والتخطيط ومعالي الدكتور خالد سالم محمد وزير البنية التحتية والاتصالات والنقل وسعادة السفير مبارك ناصر مبارك نائب وزير الخارجية والتعاون الشرق أفريقي وسعادة الدكتور مويني طالب المدعي العام وسعادة السفير مسعود عبدالله بالوزيس كرتير رئيسي زنجبار وسعادة عبدالله عباس كليمة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة المعتمد لدى سلطنة عمان ترجمة نانسي قنقر